اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تشهد العلاقات البحرينية الكويتية من تميز في مختلف المجالات عكسته العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والبناء على تلك العلاقات التي تزداد رسوخا وعمقا في إطار اهتمامي ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر رفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نايب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية معالي الدكتور نايف الحجرف وزير المالية بدولة الكويت الشقيقة حيث نقل معاليه رسالة شفوية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلادين الشقيقين مؤكدا سموه أن مملكة البحرين تتطلع دائما إلى تعزيز العلاقات بينها وبين دولة الكويت في مختلف مسارات التنمية بما يعود بالنفع على البلادين والشعبين الشقيقين من جانبه يعرب معالي الدكتور نايف الحجرف وزير المالية بدولة الكويت الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتنمية العلاقات الكويتية البحرينية على جميع الصعود متمنية لمملكة البحرين دوام النماء والازدهار